موسيقى ومن يتحمل المسؤولية الكبرى هي الحكومة نتيجة تسييس العلاج بالخارج فالحكومة زاه الله خير شرعت أبوابها لكل من يدع المرض وراضت نواب ومتنفذين وراضت سياسيين وراضت الكل فخرج جنة ما يسمى السياحة الطبية ونتيجة لذلك استفاد مدعين المرض وكنزوا أموال الصرف وأموال العلاج بالخارج وكانت النزهة السياحية يستفيد منها المرضى ومرافقينهم وطبعا إذا كان المريض من الفي آي بي فنيعيش كأنه ملك وانظلم منهم مرضى حقيقيين وخاصة مرضى السرطان وزرع الأعضاء الذين يحتاجون علاج خاص وتكاليف العلاج لهذه الحالات جدا مكلف ويكلف الملايين فبعد تخفيض المخصصات المالية وسوء الأداء للمكتب الصحي في أمريكا حصلت الكارثة اليوم وهي كارثة المكتب الصحي في أمريكا واكتشاف التجاوزات وهناك مرضى في أمريكا من أغسطس لم يستلموا المخصصات ولا يوجد تعاون بين المكتب الصحي والمرضى ووزراء الصحة ومسؤولين الصحة غير جادين لحل هذه القضية أو عاجزين عن حل هذه القضية وإنما اهتمامهم الأول والأخير إرضاء مرضى الفي آي بي ومن هذا المنطلب وناشد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جاب المبارك الحمد الصباح بأن يعطي أوامر بمحاسبة منهم في المكتب الصحي ووضع شركات توفر الراحة للمرضى وأن كل حالة مرضية يجب توفر لها مخصصات لعلاجه للحفاظ على كرامتهم لا يجب أن يهان المريض لكويتي في بلاد الغربة يجب أن يكون التمديد لعلاج أي مريض وفق قرار طبي واضح وليس وفق المصالح والأهواء والواسطة لقد تم هدر الملايين تلو الملايين لعلاج المرضى في الخارج وخاصة الذين اتخذوها سياحة إن ملف العلاج بالخارج هو أكبر باب لهدر المال العام حيث أنهاك مرضى سرطان وأمراض قريبة تحتاج لعلاج سريع وصار لهم أكثر من خمس شهور لم تنتهي إجراءاتهم نتيجة الضغط على مكتب العلاج بالخارج ونتيجة عدم التعاون للمكاتب الصحية المصيبة الكبرى النعيانة في أمريكا أيضا الدارسين هناك في الخارج يعانون الأمرين في موضوع التأمين الصحي في الولايات المتحدة حيث أن اليوم ليس لهم تأمين علاجهم فيا وزير الصحة يا سمو رئيس مجلس الوزراء اهتموا بأبنائكم وخواتكم وحلوا مشاكلهم ترى المواطن تعب نتيجة الخذلان بالأداء الحكومي نريد أن ننهي هذا الملف حتى يفرح للكويت وخاصة المرضى بأمريكا أتمنى أن يتحرك المسؤولين عن هذا الملف لرفع المعاناة عن المرضى في الخارج ادعو الله أن يحفظ الكويت ولا يصلح الحال إذا كان في الأصل في حاله اشتركوا في القناة